بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي الطلاب آخر توضيح لطريقة تسليم المشروعات البحثية هنبدأ النهاردة نشوف آخر توضيحات قامت بها الوزارة عن طريقة تسليم المشروعات البحثية تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة طبعا نحن عارفين من الفيديو اللي قبل كده أن طريقة تسليم الأبحاث يا إما هسلمها ألكترونيا يا إما هسلمها ورقيا طيب وطبعا الوزارة بتوضح أن تسليم الأبحاث ألكترونيا أفضل وحماية للطالب وحماية من الجانب الصحي أن الطالب بدل ما يروحه الجمهر أو يتجمع عند المدرسة لا هو الطالب هيبدأ يسلم البحث بتاعه ألكترونيا وهو قاعد في البيت من خلال منصة إدمودو طيب هنشوف الأول كده لو أنا هسلم البحث إلكترونيا وخلاص ركزت وحددت أنا هسلم البحث إزاي فأنا لو حددت أن أنا هسلم البحث إلكترونيا يبقى لازم يكون ليا حساب على منصة إدمودو طبعا إحنا شرحنا قبل كده إزاي أن أنا كطالب أسجل على منصة إدمودو من خلال رمز الفصل ومن خلال كود المعلم طيب لو أسلم إلكترونيا أول حاجة ممكن أن أنا هكون كاتب البحث يا إما بالإيد يا إما بالكمبيوتر لو أنا كاتبه بالإيد يا جماعة هصوره تمام؟ وأبدأ أحوله إلى PDF يبقى مجموعة الصور كده أخدها وأحولها إلى PDF تمام؟ وتبقى ملف واحد وسمي الملف دوت بكود الطالب وحط طبعا الصف الدراسي قلنا من أول G3 إلى G9 الصف الثالث الإعداد يبقى إذا كان البحث مكتوب بخط اليد يتم تحويله إلى ملف PDF ثم رفعه على المنصة أما إذا كان مكتوب بالكمبيوتر يتم حفظه كملف PDF ثم رفعه على المنصة وعرفنا قبل كده إزاي طبعا أسمي الملف بتاعي طيب تاني حاجة بيتم رفع المشروعات إلكترونيا في الفترة بين من 9 مايو إلى 16 مايو زي ما اتفقنا على المنصة وطبعا بنسميه التسمية اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده بالرقم التعريف للطالب يليه الفصل الدراسي وقلنا الفصل الدراسي بتحدد بG3 إلى G9 وده طبعا من أول الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثالث الإعداد يجب على الطالب التأكد من أنه تم رفع المشروع البحسي على إدموده من خلال ملاحظة ظهور الملف على منصة المشروع البحسي لعام 2019-2020 إن شاء الله هنوضح برضو الفيديو الجاي إن أنا لما ارفع المشروع البحسي إزاي هتأكد إن المشروع ده تم رفعه على منصة بيكون طبعا ظاهر عندي على المنصة ليس للمدرسة الحق في حجب رقم التعريفي وقود المنصة عن الطالب لأي سبب لازم إن المدارس بتعلن عن الكود الخاص بالمنصة أو كود الفصل والرقم التعريفي الخاص بالطالب لو الطالب يحتاجه في أي وقت طيب لو أنا فكرت بقى إن أنا أسلم البحس بتاعي ورقي يبقى يجب التأكد من تسليم المشروع في صورة ورقية مطبوعة سواء كانت مكتوبة بخط اليد أو على الكمبيوتر يبقى احنا ممكن نكتبها باليد ممكن نكتبها بالكمبيوتر المدارسة ما تقدرش ترجع أي بحس مكتوب بخط اليد أو الكمبيوتر طيب الالتزام بجدول موعيد تسليم المشروعات الورقية طبعا الوزارة منزلها جدول عشان تبدأ المدارس تستقبل المشروعات الورقية مع طبعا مراعاة الالتزام بإرشادات التسليم الورقي المعلن طيب حضور طالب واحد من المجموعة يعني أنا خمس طلاب مشتركين في مجموعة أو مشتركين في بحس واحد بيحضر طالب واحد بس عن المجموعة طبعا في حالة عمل مجموعة من الطلاب على المشروع يتم تسليم إصال للطالب تأكيدا على تسليم المشروع طبعا الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تسليم المشروع بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات ما يبقاش فيه تجمع يا جماعة ليس للمدرسة الحق في حجب الرقم التعريفي للطالب لأي سبب يعني الرقم التعريفي يا جماعة لو الطالب مش عارفه بيروح المدرسة والمدرسة بتبدأ تكتبه على البحث الخاص به طيب لو أنا خمسة مثلا مشتركين في بحس واحد فبيتم طبعا تصوير الأبحاث حسب الإرشادات المعلنة مسبقة نجي نبص على الجدول طبعا جايب الجدول هنا لتسليم المشروعات الورقية تمام من يوم السبت يا جماعة هنبدأ نستلم الأبحاث ورقية حسب الجدول المعلن سواء الصف الثالث الابتدائي الصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي طبعا ده كله هيبدأ في اليوم اللي هو السبت والحد يبقى الصف الرابع والصف الثاني الإعدادي والاتنين هيبقى الصف الخامس والصف الثالث الإعدادي يوم الثلاث صف السادس والصف الأول الناس اللي ما راحتش تودي الأبحاث الورقية يا جماعة إنما في الأسبوع من أول 9 إلى حد 16 أي حد ممكن يرفع البحث الإلكتروني على منصة إدمودو وإن شاء الله الفيديو الجاي هنتعلم خطوة بخطوة إزاي أرفع البحث على منصة إدمودو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يبدأ يوصلك كل جديد في موضوع الأبحاث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة